اشتركوا في القناة ايه معنى الولاية؟ في دراستي مع أولادي في حياتي أنا محتاجة توفيق ربنا سبحانه وتعالى محتاجة أن تبقى أموري كلها مفوضها لله سبحانه وتعالى عاربه كده إحنا بنفوض الأمر أو أنا بفوض الأمر لله سبحانه وتعالى معنى أن الله عز وجل يتولك ده شيء طيب جدا عايزين نعرف يعني إيه الولاية العامة والولاية الخاصة وهي أنواع ومين اللي له الولاية العامة ومين له الولاية الخاصة وإزا أن الله سبحانه وتعالى يعني في معاملته للعبد بتبقى فيها درجات ومن درجاتها الدرجات العليا لمعاملة الله سبحانه وتعالى هي الولاية الولاية نوعين ولاية عامة وولاية خاصة الولاية العامة اللي الله عز وجل بيتولى جميع خلقوا بيها ايه هي الولاية العامة؟ ولاية الرزق تدبير شؤون العباد التكفل بأمور العباد دي ولاية من الله سبحانه وتعالى دي الولاية العامة طيب دي اشترك فيها كل الناس بر وفاجر كل الناس طيب والولاية الخاصة للصالحين للمتقين لهم الخاصة بتوع الله سبحانه وتعالى ولاية خاصة يعني ايه ولاية خاصة يعني ما ييجي موقف الله عز وجل مايربكش فيه بالموقف يربيك فيه بالحال يعني ايه الكلام ده نقرب شوية المثال لما جاي سيدنا أبو بكر في حادثة الإسراء والمعراج وقالوا له شفت صاحبك بيزعم ايه بيزعم نرح القدس وجيه وطلع وعرش بيه للسماء قال ان كان قال فقد صدق فقد صدقتوه فأكبر من ذلك في وحي يأتيه من السماء يعني انا بصدقوا نبقوا لي فيه ملك جايلي من السماء مش هصدقوا بقى ان الملك خدوا وده بلد من البلاد ايه اللي حصل هنا مع سيدنا أبو بكر كان موقف عظيم حاجة يعني خارقة معجزة من معجزات النبع السلام تحطها على العقل يرفضها ايه اللي هيروح احنا بنروحها في شهرين ونيجي في شهرين والنبي ادى دلالات وصف في المسجد الأقصى وقال فيه قافلة جاية من الشام وهاتيجي في اليوم وفيها كذا وفيها كذا ولكن كون الأمر منافر العقل ولكن حال تصديق القلب ايه هو قلب سيدنا أبو بكر بقى جماعة قال ايه ده تربيت حال وده ولاية حال مع الله سبحانه وتعالى ووصل بها لمقام ما وفضلش في موقف واحد بس سيدنا أبو بكر نجح فيه وبقية المواقف لأ ده كل مواقف سيدنا أبو بكر عشان كده استحق ان ابن القيم يصنى في حالة سيدنا أبو بكر يقول عليها ايه مقام الولاية مقام مقام يعني حال كله مش في موقف وعدة لا تجي لك انت ساعات في موقف تبص تلاقي تعد عليك موقف من مواقف انت فيها ربنا وفقك لانك انت تختاري صح وانك انت ربنا يسددك فعلا الاختيار الصحيح وتصرفتي صح لكن في مواقف تانية ما بتوفقش فيها ليه لان عندك هنا الولاية ولاية حال وموقف تعالوا نرجع لإسم الله الرب ونقول الله يربي عباده ايه ده الله يربي ايه الله يربي عباده تربية موقف وبرضو تربية حال يعني مثلا لما تيجي تعود تنصح ابنك يا ابني ملاش الصحبة دي يا ابني الصحبة دي مش كويسة يا ابني العيال دولات ما بيدولاتش ربنا ولا بيقربوك وتفضلي تنصحي يا ابنتي سيبي لصحبتك فلان يا ابنتي مش وتفضلي تعمل تقولي حاجة واحدة يا ابنتي مش عايزكي عايزكي طبعا تذكري وتقولي حاجة واحدة والله لا يربيك الله ليه لان ده واقع ده حقيقة دي من استوبة الكونية كده يعني حاجة من عند الله سبحانه وتعالى للكون ايه اللي ما بتربيش بتربية الحال بتربى بتربية الموقف الله عز وجل يبتليه في ايه في الحتة اللي هو متمسك بيها حتى يخلص قلبه لله وحده بس الله سبحانه وتعالى يبقى الموقف لله وحده بس فيتربى فيعرف ان الموقف ده كاز يجي مسلا يختار اختيار طب خلاص ماشي انت في مرحلة مراقبة ومرحلة شباب يختار الاختيار ولكن تحمل نتيجة اختيارك يوم لما بقول يتحمل نتيجة اختياره دي معنيها ايه معناها ان هو يا امه حينجحه وربنا حيوفاه يا امه يبقى الموقف ده ما كانش صحيح ولا يرد الله والله عز وجل يبتلي فيه ويربيه حتى يعلم ويخلص قلبه لله تعالى ما اديكي مسال تاني واقولك حال ومسال للولاية العامة والولاية الخاصة عشان بس ندعي وابقى قلبي فاهم انا قد ايه محتاجة ان الله يتولاني بفضله يوم لما بتبقي خرجة مشوار وبنتك الصغيرة شبطت فيك يرى ما واجي معاكي وبتاع فالدنيا ساعة برة فانت الباب النحية دي فانت بتاخديها جوه في القوضة عشان تلبسيها بلتو طقيل انت واخدها فين واخدها عكس اتجاه الباب فالمنت بتعمل ايه بتصوت وتعط تعيط وفكراك انك مش هتتوديها ظلناها فيك انك مش هتتوديها ده انت مدخلها عكس الخروج وعكس اتجاه الباب فاني اللي بيحصل بتبس داد عيات وتعط سخط عليك وانتي بحشة وانتي مش هتخديني وانتي كان لحد ده ما تلاقيك بتلبسيها البلتو وبتطلع بيها بتعمل ايه بتضحك وتسكت ولله المثل الاعلى الله عز وجل لما بيجي موقف من المواقف بيعمل معانا ايه ها يبتليك لاني ما فيش جرح اللي لازم له مشرط لما باجي عندي جرح بعض نظف السليم اللي حواليه ولا نظف بالمشرط الجرح ذات نفسه لازم اطهر فالتطير ده بيوجع ولما بيوجع ما بتبقاش شايف ان ده هو الخير وان الله عز وجل بيربك وبيعلمك وبيقتر لك الاحسن ويبقى الاتجاه بعكس اتجاه الباب لكن هو ايه انا بعدك عشان تطلع من الباب وانت ايه وانت قلبك مستطيع ومعد ان انت تواجه ما تواجهه من فتن او من اتلاقات او من نصائب يوم لما بقولنا محتاج الولاية الخاصة محتاج الولاية الخاصة وهو يتولى الصالحين من هم الصالحين يا رب الامان وعملوا الصالحات ما فيش اامان ولا ما فيها وراها عاملوا الصالحات على طول يبقى تصديق الإيمان بالايه بالعمل ما تقوليش يا حبيبنا انا مؤمن ولا تقولي لا ده انا ماشاء الله تقية لرحل من المسجد وقاب من المسجد ورحل ما فيش الكلام ده جوارحك وحالك وحال قلبك بيقول ايه انت مين أنت فعلا التقية النقية أنت فعلا بتاعت القرآن أنت فعلا بتاعت الصلاة ولأ تبقى سامتي أهد المحجبات وأهد الأيمن منع السجادة من كل الله لا ده ربنا ينتقدو ليه؟ لأن دمهم عاملة آمنوا وعملوا الصالحات يبقى أنا مقوله يا تولى الصالحين يبقى أنا لازم أكون مين؟ لازم أكون من الصالحين إيه هي الأعمال؟ إيه هي الأعمال الصالحة؟ أعمال الصالحة كثيرة جدا أنا نفسي تجيب وراء وألم وتعودي مع نفسك وكل أسبوع حط لك عمل عمل واحد بس وطبق إيه على نفسك مثلا عمل مثلا لن تنالوا البر حتى تنفقه مما تحبون إيه اللي هو يعني الحاجة اللي بتحبيها قوي يجا ما تطلعي هدوم ولا صدقة ولا لبس ولا أكل شوف الآية ونستم بآخذي إلا أم تغمضوا فيه يا مش عايزينه عينك كده مش عايزة مش عايزة تبص عليه ليه قتومي جا مطلع له خطأ لن تنالوا البر حتى تنفقه مما تحبون إيه اللي بتحبيه أنا أذكر مرة موقف بنات كده صغيرين كانوا في قولة جامعة وبعدين كنا بنتكلم عن الصدقة والإنفاق وقلنا لن تنالوا البر حتى تنفقه مما تحبون فلاقيت واحدة منهم جاي بعلبة شكولاتة قلت لي دي أحب حاجة عندي في الدنيا علبة الشكولاتة وراحت تتصدق بيها كل واحد يعرف إيه هي أكتر حاجة بيحباه ويطلعها لله سبحانه وتعالى إحنا بنقول ليه ليه دايماً أما نيجي نتكلم على الولاية نتكلم عن العمل الصالح لأنها تطفئ غضب الرب الصدقة تطفئ غضب الرب إيه كمان الصدقة يقول لك لما تعمل يعني عمل ومصارع يجي استغفر الله يعني مكتوب لك مصارع سوق إيه اللي ينجيك منه إيه اللي بينجي الواحد من مصارع السوق الصدقة الخفية الصدقة الخفية تنجي من مصارع السوق فأنا محتاجة إن أنا أطلع حاجة بس أكون بحبها قوي إنت اختاري كل واحدة عارفة يعني لما نيجي نقول سبق درهم ألف درهم ليه؟ ماذا؟ قال لك الأولاني كان معا مليون فتصدق بألف فمش فرقة ألف من مليون أما التاني كان معا درهم مين بس بس فتصدق بشطر مالي يبقى أنا ما طلع طلع الحاجة اللي بحبها ولا أغمض فيها ده رقم واحد يبقى الله يتولى الصالحين منها الصلاح اللي هي العمل الصالح وقلنا نتفق عمل الصالحة كتير جدا ويعني قطلت بحث ناس كله فيها كتير لكن خلينا ناخد حاجة واحدة ونعملها كل أسبوع ده شق الشق التاني اللي أنا عايزة أتكلم فيه هو الولاية بتنفعني إزاي؟ يعني إزاي أتخلق بيها وإزاي أدعو بيها؟ أتخلق بالولاية إن أنا أشوف يعني أنا بقول إيه؟ تخلق بصفات الرحمن اللي يحصل لي يعني مثلا لو تخلقت بالطيبة اللي تكلمنا عنها قبل كده أو تخلقت بالبركة أو باللطف أو بالوكالة يحصل إيه؟ من تخلق بصفات الرحمن كان إيه؟ عبدا ربانيا يقول للشيء كن فيكون يا نهى ربي يقول للشيء كن فيكون آه أنت عايزة تبقى مستجبة الدعوة عايزة يبقى لي كذا عايزة يبقى كذا عايزة يبقى كذا تخلقي بصفات الرحمن إيه هي الولاية اللي أتخلق بها؟ أعمل إيه يعني يا رب؟ أتولى من هما أضعف مني أنعهم عن المعصام شامنعهم بالنصح وبالتسكرة وكذا أتولى من هم تحت يدي من هم بجواري وأشوف دي محتاجة إيه ودي عايزة إيه ودي النقطة دي نقصها في إيه وأحاول أن أنا أتخلق بيه ده رقم واحد رقم اتنين أمرر الإسم على قلبي يا جماعة يعني أقول يا رب بإسمك الولي أمرره على قلب أنت تتولى الصالحين فتولاني يا رب يتولى الصالحين اللي هو إيه؟ اللهم اسألك بإسمك الولي أنت تتولاني في كل أمور أنت تتولى ضعفي أنت تتولى حاجتي أنت تتولى سؤلي زي سيدنا يوسف وأختم بيها رب قد أتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي هو ده اللي قالها سيدنا يوسف بعد العبودية بعد الرمي في البئر بعد ما تسجن وطلع بعد ما قالك رب أتيتني ليه؟ كان ولي ربنا سبحانه وتعالى ما ذكرش ولا افتكر السيئات ولا افتكر اللي ابتلاءات وقال إيه؟ قد أحسن به ده حسن التعامل مع الله سبحانه وتعالى بإسمه الولي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أوليائه وأن يعاملنا معاملة الخاصة وأن يتولانا في الصالحين اللهم أمين 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 سبحانك الله وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك واتوب اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة